بسم الله الرحمن الرحيم إلى الطائفة العدوية قال غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات وكذلك جعلهم شهداء على الناس هداهم لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم فالأول مثل أصول الإيمان فأعلاها وأفضلها هو التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ومثل الإيمان بجميع كتب الله وجميع رسله كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومثل قوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت ليعدل بينكم ومثل قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ومثل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب كما أخبر عن إيمان من تقدم من مؤمن الأمم به حيث يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومثل أصول الشرائع كما ذكر في سورة الأنعام والأعراف وسبحان وغيرهن من السور المكية من أمره بعبادته وحده لا شريك له وأمره ببر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والعدل في المقال وتوفية المكيال والميزان وإعطاء السائل والمحروم وتحريم قتل النفس بغير الحق وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم الإثم والبغي بغير الحق وتحريم الكلام في الدين بغير علم مع ما يدخل في التوحيد من إخلاص الدين لله والتوكل على الله والرجاء لرحمة الله والخوف من الله والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله وإن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله والناس أجمعين إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي قد أنزل الله ذكرها في مواضع من القرآن كالسور المكية وبعض المدنية نعم بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر في مبتدأ كلامه ونصحه ورسالته إلى الطائفة العدوية أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم وهي أفضل الأمم وهي أكرم الأمم عند الله جل وعلا وكذلك جعل الله هذه الأمة شهداء على الناس قال الله جل وعلا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا يعني عُدُولًا خِيَارًا أمة وسطا يعني عُدُولًا خِيَارًا كما قال المصنف وَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَسَطَا أي عَدْلًا خِيَارًا فهذه الآية في سورة البقرة وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا يعني عُدُولًا خِيَارًا لتكونوا شهداءً على الناس شهداء على الناس بماذا؟ بأن الله أرسل إليهم الرسل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد يوم القيامة أن الله أرسل نوحاً إلى قومه وموسى إلى قومه وعيسى إلى قومه والأنبياء إلى أقوامهم يجيء نوح يوم القيامة فيسأله ربه جل وعلا هل بلغت رسالة الله إلى قومك؟ فيقولوا نعم يا رب بلغتهم فيقول الله لأمته هل بلغكم نوح؟ فيقولون لا ما بلغنا ما أنذرنا ما دعانا فيقول الله لنوح هل لك من شهيد على أنك بلغت رسالة الله إليهم؟ فيقولوا نعم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون فيجاء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال لهم أتشهدون أن نوحاً بلغ قومه؟ فيقولون نعم يا رب نشهد أن نوحاً بلغ قومه قال بما تشهدون؟ وأنتم قد أتيتم بعدهم فيقولون قد بعث الله فينا نبياً أنزل الله عليه كتابه وفيه أن نوحاً قد بلغ رسالة ربه فنحن نشهد بذلك فهذا قول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس وتأمل كيف أن الله جل وعلا ابتدأ في تعديل أمة محمد قبل استشهادهم لأن من شروط صحة الشهادة أن يكون الشاهد عدلاء لا تقبلوا الشهادة من غير العدل لا بد في صحة الشهادة أن يكون الشاهد عدلاء وأما غير العدل فترد شهادته فالله جل وعلا عدل هذه الأمة قبل أن يبين أنها شهيدة على الأمم قبلها لأنه لا يمكن أن يكون الشاهد لأنه لا يمكن أن يكون الشاهد مقبول الشهادة إلا أن يكون عدلاء فعدل الله وأعظم بهذا التعديل لأنه من الله لهذه الأمة عدلها الله فقال وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَاً يعني عدولاً خياراً فعدل الله هذه الأمة وجعلها جعل هذه الأمة وأتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم محمد عدولاً ولذلك صحت شهادتهم على الأمم قبلهم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وهذا من دلائل فضل هذه الأمة أن الله عد لها وجعل أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهل هذه الملة ملة الإسلام عدولاً خياراً وكذلك جعلهم شهداء على الناس هداهم لما بعث به رسوله جميع رسوله جميعهم من الدين الأنبياء أبناء علات ما معنى أبناء علات دينهم واحد دينهم واحد وشرائعهم شتاء أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفون مختلفة فهم أبناء علات الدين واحد إن الدين عند الله الإسلام أصول الدين لا تتغير ولا تتبدل كل الأديان متفقة على الأصول على الأصول التي تتفق فيها كل الشرائع دين الأنبياء جميعاً واحد هو الإسلام هو الذي بعث الله به رسوله وأنبياءه من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وعلى أنبياء الله ورسوله أجمعين هذا هو الأول الذي هو المشترك بين الأنبياء جميعاً في رسالاتهم أن الدين واحد بعث به رسوله جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه جميع خلقه أمة محمد أمة عيسى أمة نوح أمة موسى أمة إبراهيم كل أنبياء الله ورسوله دينهم واحد فهدى الله جل وعلا هذه الأمة بما بعث الله به رسله وأنبياءه جميعاً من الدين الذي شرعه لجميع خلقه هذا الأول وأيضاً هداهم لما خصهم به خص الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشرعة ومنهاج لكل منكم جعلنا لكل جعلنا شرعة ومنهاجاً الدين واحد والشرائع مختلفة الدين ولذلك من الخطأ الشائع عند بعض الناس يقول الأديان الأديان والشرائع فنقول ليس هناك أديان الدين الصحيح دين واحد قل دين الله الدين لا تقول الأديان ليس هناك أديان بل الدين واحد وهناك شرائع لكل أمة شريعة لكل أمة شريعة ومنهاج لكل جعلنا شرعة ومنهاجاً الدين واحد إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ولذلك هناك أمراً أمر هو الذي جاءت بيه الرسل جميعاً من الآخر والقدر خيره وشره من الله جل وعلا كل الرسل دعت إلى هذا الدين وإلى هذه الأصول ثم خص الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشرعة ومنهاج فضلها به على سائر الأمم قبلها فالأول يعني الأول هو المشترك ودين الله عندنا أمران الأمر الأول ما كانت عليه هذه الأمة بما هو أيضاً موجود عند الأمم قبلها وهو دين الله فالأول مثل أصول الدين أصول الإيمان أعلاها وأفضلها التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله هذا هو الأول الأول يعني مثل أصول الإيمان هو الذي عند عند الأمم جميعاً ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة كل أمة جاءها رسول تقول أعبد الله أعبد الله واجتنب الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن اعبد الله واجتنب الطاغوت كل الرسل كل الرسل تقول لأقوامها أعبد الله واجتنب الطاغوت وما أرسلنا من قبلك واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون كل هذه الآيات تدل على هذا الأمر وهو أن الرسل جميعاً جاءوا بالتوحيد بالأمر بعبادة الله وحده واجتنب ما يُعبد من دونه وكذلك جاءوا جميعاً بالإيمان بجميع كتب الله الإيمان بالله وكتبه والإيمان بجميع رسل الله لا يؤمن أحد إلا أن يؤمن بجميع كتب الله المنزلة ويؤمن بجميع رسل الله الذين أرسلهم الله وابتعثهم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وأيضا الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالله وملايكته وكتبه جميعا ورسله من كفر ولو بملك من الملائكة فإنه كافر لو كفر رجل بكتاب من كتب الله منزلة فهو كافر أو برسول من رسل الله الذين ابتعثهم الله فهو كافر وكذلك الإيمان باليوم الآخر كل الرسل جاءت بوجوب الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه من الثواب والعقاب وكذلك أصول الشرائع التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه في صورة الأنعام والأعراف والإسراء وغيرها من السور المكية الأمر بعبادة الله وحده وصلة الأرحام وبر الوالدين والوفاء بالعهود والعدل في المقال وتوفية المكيال والميزان وإيطاء السائر والمحروم تحريم قتل النفس بغير حق تحريم الفواحش تحريم الإثم والبغي تحريم الكلام في الدين بغير علم هذا كل الملل والشرائع متفقة على هذه الأصول هذا دين الله دين الله واحد مجتمل على هذه الأصول مع ما يدخل في التوحيد من إخلاص الدين لله والتوكل عليه والرجاء والخوف منه جل وعلا والصبر لحكم الله جل وعلا والتسليم لأمره وأن يكون الله ورسوله أحب إليه من ما سواهما من أهل وولد ومال إلى غير ذلك من أصول الإيمان نعم قال رحمه الله وأما الثاني فما أنزل الله تعالى في الصور المدنية من شرائع دينه وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة وامتنى على المؤمنين بذلك وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وقال لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة قال غير واحد من السلف الحكمة هي السنة لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه سوى القرآن هو سنته هو سنته صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه وقال حسان بن عطية كان جبرائيل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن وهذه الشرائع التي ميز الله بها هذا النبي وأمته مثل وهذه الشرائع التي ميز الله بها هذا النبي وأمته مثل الوجهة والمنسك والشرعة والمنهاج وذلك مثل الصلوات الخمس في أوقاتها بهذا العدد وهذه القراءة والرخوع والسجود واستقبال الكعبة البيت الحرام ومثل فرائض الزكاة ونصبها التي فرضها في أموال المسلمين من الماشية والحبوب والثمار والتجارة والذهب والفضة ومن جعلها له حيث يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومثل صيام شهر رمضان ومثل حج البيت الحرام ومثل الحدود التي حدها لهم في المناكح والموارث والعقوبات والمبايعات ومثل السنن التي سنها لهم من الأعياد والجمعات والجماعات في المكتوبات والجماعات في الكسوف والاستسقاء وصلاة الجنائز والتراويح وما سنه لهم في العادات مثل المطاعم والملابس والولادة والموت ونحو ذلك من السنن والآداب والأحكام التي هي حكم الله ورسوله بينهم في الدماء والأموال والأبضاع والأعراض والمبايع والأبشار وغير ذلك من الحدود والحقوق إلى غير ذلك مما شرعه لهم على لسان رسوله وحبب إليهم الإيمان به وزينهم في قلوبهم فجعلهم متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم الثاني الذي اختص الله جل وعلا به أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم الأول ما كان لهذه الأمة ولغيرها من أصول الإيمان والدين الذي هو دين الله ثم خص الله هذه الأمة بالشرعة والمنهاج ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا شرعة هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهاج هذه الأمة أكمل الشرعة والمنهاج وأفضل الشرعة والمنهاج وأيسر الشرعة والمنهاج فالله جل وعلا وضع عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت على الأمم قبلها ولذلك قال الله جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فإن الله جل وعلا رحم هذه الأمة رحم هذه الأمة فشرع لها منهاجا وشرعة هي أفضل الشرائع وأفضل المنهاج انظر كيف هدى الله جل وعلا هذه الأمة لما ضل عنه غيرها ففي الجمعة الذي هو يوم يتخذه أهل الإسلام عيدا أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أمر أن يتخذ يوما يكون له عيدا وعينه له فقال يوم الجمعة الله جل وعلا الله جل وعلا عنده أفضل الأيام الجمعة وهو يوم عيد الأسبوع جاءت أمم قبلنا نحن نوفى السبعين قبلنا تسعة وستين أمة أمرها الله أن تتخذ يوما يكون لها عيدا فضلت عن اليوم الذي أراده الله جل وعلا لأن الله جل وعلا وكلهم إلى أنفسهم فاجتهدت اليهود واتخذوا يوم السبت يوم عيد فضلوا عن يوم الجمعة واجتهدت النصارى فاتخذوا يوم الأحد عيدا وضلوا عن يوم الجمعة فجاء الله بهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكلها إلى اجتهادها بل أرشدها جل جلاله إلى يوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام أيام الأسبوع وهو خير أيام الأسبوع ما طلعت الشمس على يوم هو أفضل من يوم الجمعة فهو يوم عيد الأسبوع كذلك عظم الله أجرها على على أعمال يسيرة تقوم ليلة واحدة تعدل ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر هذه الليلة مما فضل الله به هذه الأمة على سائر الأمم فضل الله هذه الأمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الحكمة التي هي الحكمة وامتنى الله على عباده المؤمنين بهذه المنة والمنحة والفضل ذلك بمنة الله جل وعلا على هذه الأمة بالحكمة وأنزل الله عليك الكتاب يعني القرآن والحكمة يعني السنة وعلمك ما لم تكن تعلم لقد من الله على المؤمنين من الله من من الله إذ بعث فيهم رسولا رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته القرآن ويزكيهم ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة ولذلك قال الله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم واذكرنا ما يتلى في بيوتك من آيات الله يعني القرآن والحكمة يعني السنة قال غير واحد من السلف الحكمة هي السنة ولذلك قال حسان بن عطية رحمه الله كان جبرايل ينزل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحيوها ولذلك أجمع أجمع المسلمون وأجمع علماء الإسلام أن الإيمان بالسنة فرض وواجب وأن السنة مصدر من مصادر التشريع فمن كفر بالسنة كفر بالله وبرسوله وخرج من ملة الإسلام ومن دين الإسلام لأن الله جل وعلا أنزل على نبيه القرآن وأنزل عليه السنة وأنزل عليك الكتاب والحكمة أنزل 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 الله ولذلك قال حسان كان جبرايل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن وحي من الله ألا إنني يقولها النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ألا إني أوتيت الكتاب يعني القرآن ومثله معه ومثله معه يعني السنة فهذه الشرائع التي ميز الله بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته وأيضا ميزها بالصلوات الخمس في إقامتها بهذا العدد في أوقات محددة بالقراءة بالركوع بالسجود باستقبال الكعبة يعني البيت الحرام كان من قبلنا يستقبلون بيت المقدس والنبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس ثمانية عشر شهر وهو يقلب وجهه في السماء يحب أن يستقبل القبلة بالكعبة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فكانت من من الله لهذه الأمة أن كان توجهها إلى البيت الحرام ومثل فرائض الزكاة وأنصبتها وتحديد ذلك وتحديد مصارف الزكاة بالثمانية الذين ذكرهم الله في سورة براءة ومثل صيام شهر رمضان الصيام واجب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم واجب علينا وعلى الأمم قبلنا لكن الصيام في شهر رمضان من خصائص هذه الأمة مثل الصيام شهر رمضان هذا من خصائص وليس الصيام الصيام لنا ولغيرنا لكن اختصاص شهر رمضان بالصيام من خصائص هذه الأمة ومثل حج البيت الحرام ومثل الحدود التي حدها الله في النكاح في المواريث في العقوبات في المبايعات ومثل السنن سن الله جل وعلا لنا عن لسان نبيه صلاة العيد العيدين صلاة الجمع والجماعات أن تصلى في المساجد في المكتوبات وفي الكسوف الاستسقاء صلاة الجنازة صلاة التراويح وكذلك ما سنه الله جل وعلا على لسان نبيه في العادات في المطاعم والملابس وغير ذلك إلى هذا نقف ونستكمل إن شاء الله الدرس غدا بإذن الله نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا هداتا مهتدين وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا وأن يهب لنا من لدنا رشد ورشد وأن يجعلنا وإياكم من أهل رضوانه وجنته وأن يجنبنا وإياكم الآثام والفواعش والضلالات والبغي والإثم بغير الحق وأن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأن يهدينا وإياكم أحسن السبل وأقومها صراطه المستقيم وأن يجعلنا وإياكم ممن يعانوا على ذكر الله وعلى شكره وحسن عبادته وأن يصلح لنا ولاة أمورنا ويجعلهم هداتا مهتدين وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يردهم إليه ردا جميلا وأن يجنبنا وبلاد المسلمين قاطبة يجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر من هوم بطن وأن يكبت عدونا وأن يظهر أهل الإسلام على سائر الأمم أن يظهر دينه وأن يعلي كلمته إنه خير مسؤول صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة